عرفت سيد بن بدري اوي بس انا بقف عند لحكتين ثلاثة في مسيرة سيد عب خفيز يبان منهم قد ايه هو صاحب قرار سيد لما جي من الفيوم انضم للنادي الاهل في اختبارات الناشئين اتقبل وما اتقبلش يعني اتقبل بس مش هتبقى معنا دلوقتي هنحطك في نادي النيل نادي النيل ده نادي في القاهرة كان الاهل بيعتبروا مكان يخلي فيه اللعيبة اللي هي هيحتاجها فيما بعد اذكر كان هو وطرق السعيد لعب الزمالك سيد بن اسراره انه يلعب في النادي الاهلي لا زهق ولا يأس خد قراره انه يفضل في النادي النيل انتظارا لفرصة النادي الاهلي يمكن طرق السعيد عرفت بعد كده انه هو رجع طنطة وبعد طنطة بعدها بسنة راح نادي الزمالك ورجع الاهلي حدوتة تانية لكن سيد اخد قراره الواضح جدا والصريح انه حيلعب في النادي الاهلي من وهو طفل ركز في ده فالحقيقة مسيرته كلاعب خلته باين فيه على طول انه هو عنده نطج مبكر عنده شخصية عنده قدرة على اتخاذ قرار عشان كده نجحته الادارية او حتى نبوغه الاعلامي لانه حتى لما اشتغل في الاعلام كان واضح جدا انه عنده رؤية وعنده قرار دي ظهرت من بدر قوي لما دخل بقى في مجال الاعلام عمل تجربة هيلة جدا في الراديو اهلته انه يدخل في التلفزيون كمان عمل اكتر من تجربة ولما اشتغل مدير كورة الخلفية الاعلامية ساعدته هي دي بقى بتاعت ربنا انه المسار بتاعه كل حاجة فيها بتضيف للي بقى بلاها او تضيف للي جاي خلفيته الاعلامية والممارسة اللي اخدها سواء في الراديو او في القنوات اديته خلفية كويسة قوي لما بيتكلم في المؤتمرات الصحفية ولما بيتكلم مع الزمل المراسلين بعد المباراة تقريبا بيروح للحتة اللي هو عايزها عايز يمشي الدنيا في الاتجاه ده عايز يعمل فوكس شوية على الجزئية دي عايز يبرز النقطة دي عايز يحط عنوان للكلام عارف المواقع هتاخد ايه والصحافة هتاخد ايه والقنوات هتتعلق علي ايه هو عارف ده كويس واعتقد سيد عبد حفيز بالنباهة بتاعته ده وبالوعي العالي والسنس اللي عنده كان له دور كبير جدا في فوز الاهل ببطولة الدورة الموسم اللي قبل اللي فات الاهل المتأخر كتير جدا وعانى كتير من التحكيم وعانى كتير من اخطاء مؤسرة جدا له لأ انه سيد عبد حفيز ادار الامور بالحنكة دي وبالوعي ده وبالنباهة دي كان هيبقى فيه صعوبة ان الاهل ياخد الدورة فسيد عبد حفيز نموذج لمدير الكرة اللي متعدد المهارات كل واحد من اللي تولوا ادارة الكرة تباعا اضاف للمنصب وتعامل مع المنصب حسب سماته الشخصية وحسب قدراته الشخصية وحسب ظروف عصره لانه ايام العظماء الكبار دول كلهم لا كان في الاسوشيال ميديا ولا اعلام بالميديا بهذا الشكل ولا ظروف التحكيم ولا ربطة الاندية فيه مستجدات كتيرة جدا في الحركة الكروية ما كانتش موجودة سيد ادر بسماته الشخصية وقدراته يتعامل مع مستجدات العصر فنجح نجاح كبير جدا في هذا المكان احنا راجعين من كاس العلم في اليابان 2005 كده كان هو معنا في الطائرة كنت لعب انت لسه كنت لسه بلعب فقال لي ان انا شايف ان انت شخصية كويسة وعملت حاجة كويسة ورغم ان سنك قولي اللي يعني هو صغير بس انا شايف ان انت تبط عادي 17 سنة ما تكملتش 18 سنة ما كملتش 18 سنة سورة 28 سنة ما كملتش لسه ما وصلتش ل28 سنة هل انت حسيت ان هو مزلوق من حد؟ لا 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 يعني هو بيقول رأيه صعبان عليه ان انت مثلا حد كان بيعمل حاجاتك في القورة بيعمل حاجاتك في الملعب مش شايف ففيك تاني كان واضح معاك يعني انت اخدت القرار بتاعه ده او الكلام بتاعه ده اخدته ازاي هل انت ادايقت ولا فاطساني؟ تستقول لك حاجة من شخصيتي يعني مصمم انا تطلع فيها القطط الفاطسان زي ما يقوله وانتقدني زي ما انت عايز وقول زي ما انت عايز اللي فايا واللي مش فايا ما عندش مشكلة خالص خالص ولا بازعل ولا بدايا ولا حاجة بالعكس كمان ممكن اسمع كلامك ده وافكر فيه واشوفه هو تاخده من الجانب التاني باخده من الجانب الايجابي على طول بس طريقتك في الكلام معايا عاملة زي دي تفرق معايا جدا العكس بقى لو انت بتقول حاجة في صالحي بس بتقولها بقلبة وشي وبتقولها مش عارف بصوت عالي وتقول لا 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 ما عندكش كلام ده لا لا ما عندش كلام ده خالص في شخصيتي انا يعني خلاص يعني ممكن تقول حاجة في صالحي بس طريقتك في الكلام وحشي ضعب انت طريقتك في التصريحات بصفة عامة يعني دي هنتكلم فيها برضو بس قبل ما اتكلم في التصريحات انت جوزي كان اخبره ايه معاك انت استفدت ايه من جوزي انت اشتغلت معاك وانت لاعب وانت مدير كورة تمام كان بمثلك ايه لا جوزي انا قلته بقولها على طوات جوزي مدرسة مدرسة في الحياة يعني جوزي ممكن ممكن حاجات كتيرة جدا تعوض نواقص عنده تمام بسمات شخصية عنده يعني عنده القيادة عنده المواجهة عنده الوضوح عنده حاجة في عالم التدريب مهمة جدا زي وفي عالم الادارة مهمة جدا ان انت تأجل مواجهة تأجل مواجهة اي مواجهة لا تأجل مواجهة ما لمصلحتك انت مع انك انت هتقول ايه فيه ناس تقول ايه ده 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 مش وضوح ده مش عارف ايه عشان ممكن يكونوا منفاعل ده زكاة لا انا خدت انطباع على مصطفى عبدو انه هو شخصية مش كويس انا خدت انطباع ده خلاص انا متأكد من ليه بقوله ده بس انا محتاج مصطفى عبدو دلوقتي ما يقدرش يواجهك بقى في حد فطر انا محتاجه دلوقتي فمنه الزكاء الفني والاداري ان انا ما وصلش لطريق ووقت يخليني لازم اخو الكرافة مصطفى عبدو وانا محتاجه زكاء طبعا زكاء جامل جدا لكن لو بقى عندي اللي عوض مصطفى عبدو وبقى مصطفى عبدو ده عامل طاقة سلبية في المكان اواجهه لا لازم بقى تعال هنا بقى يعني اجابة كون بيديك فرصة بيديك حاجة فرصة وفي نفس الوقت مش عايز يعني سيستم الفريق وانظاء واسلوبه يخليك لازم تاخد قرار في ده هو كان ديكتاتوري في قراراته انا محسش شغل معها على فكرة اه يعني ممكن من الزكاء بتاعي بقى ان انا لو عندي معلومة مليار في المية انا متأكد منها نعم مليار في المية او عندي وجهة نظر انا مقتنع بها تماما من الزكاء بتاعي ان انا لما عرضها ما عرضتش على الملأ تماما ودي تفرق مع المدين الفني يعني دي تعليمت منه بقى الحتة دي لا تعليمت حاجات كثير من الناس كتير يعني حتى وانا منصق بعد شغل الأكاديمية اشتغلت نائب الأكاديمية وبعدين اشتغلت مع كابت شعب شافي وبعدين اشتغلت منصق للجنة الكورة ايه وانا منصق للجنة الكورة كنت شغل مع مين؟ كنت شغل مع كابتن حسن وكابتن طارق وكابتن خطيب بعد سنة كاملة تلات مدارس مختلفة ممكن اكون صاحب الرأي لكن بصاحب القرار بيها نعم فكنت بشوف كابتن حسن في الأزمات بيتعامل ازاي وبيفكر ازاي وبياخد قرار ازاي كابتن الخطيب نفس الكلام كابتن سنين نفس الكلام فتعلمت حاجاتك يا أخي انا دقيقة ده كلية مش مدرسة حقيقي يعني والله طبعا ما تستعجلش حاجة بس في الأهلي ما تستعجلش حاجة كل حاجة بوقتها بالظبط طيب وانت في منصب مدير كورة اشتغلت شوية في الإعلام وبش هقولك مثلا حققت في بنسبة عالية جدا في الإعلام إنما كنت مقبول لدرجة كبيرة جدا في بدايتك كفي الإعلام بدأتها في الراديو وبعد كده بدأتها في التلفزيون وكنت واخد لاين كده ان انت مفيش بقى مع عفلان ولا علان انا عاوز انا ابقى سيدة عبدالحافيز زي ما تقول حسب الشخصية اللي عندك وبدير بها الإعلام ما كملتش ليه في الإعلام هو طبعا كان قابل ما بقى مدير كورة ولما باشتغل بساعتها بقى مش مدير كورة أكيد يعني يعني انا كان قدامك يا مدير كورة يا الإعلام لا لا خالص انا اتعرض علي مدير كورة تختار